السلام عليكم وشراكم لباس انا في نعمة والحمد لله ووصفة اليوم هي وصفة ليزي سكيمون ووجدهم ان شاء الله بحشوة اقتصادية ما فيها لا جنواز لا بيض لا حاجة بالنسبة لهذا الطاقت اديجا عملت معكم جنواز طاقتها و راح تلقاوها في صندوق الوصف و تلقاو ثاني طاقت واحد اخرى لكن تزيين قصدي ما هو زيت تزيين هذا راح نبدأ ونشوف مع بعضها كيفية خدمنا هات ليزي سكيمون اول حاجة راح نجيبوها المول اللي تباع عن اللي بيع لوازن الحلويات تلقاوها البنات في اشكال يعني متنوعة كين الاوفال كين الكاري كين المتوسط كين الكبير كين الصغير اول حاجة راح نجيب شوكولاتها المرجان ولا اي شوكولات بيضاء ذوبتها و بدون اضافات هنا راح ندير نطلي المول تاعي نطلي ونحطوه في الثلاجة هنا برك لازم نتأكدو بالجوان البراني يعني اكلي كيت عليهم هذيك الشوكولات مليح من بعد ندخله من الثلاجة نقليهم ونحاود يعني العمليا نكررها زوج مرات بالنسبة للحشو شوفوا جبت هذا الرولي اللي يتباعها 10 ألاف البنات ديجا هو فيه لداخل واحد لا كمام هكا انا راح نزيد ونضيف شوية شوكولات ماكسعون تحت طالي ونلمو هنا بالنسبة للحشو يعني كيم ما قلت لكم اختياري انا هنا راح نوجده كيم ما قلت لكم في خمس دقائق عشر دقائق مقسموم يعني نكون وجد هذا هذا اللي يزيز كيمو كإضافات يعني تقدروا تضيفوا مكسرات يجي بنين بزاف بزاف تقدروا كما تقدروا ثاني تضيفوا بعد ما يعني تلموا هذي تجي على شكل تقدروا ثاني تحشيهم الداخل بالكرامة اللي يجيو ثاني هايلين كيم ما قلت لكم هنا راح نديروا بزوز بزوز مكونات و لا تلافا بعد ما شفنا بالشوكولات ناسيبا يعني جيم ديت و مليحة وتأكدنا بالجناب يعني ابليكيتا لهم شوكولات مليح راح نجيب الحشو تاي كيم ما قلت لكم هنا كنتم قادرين تفتحوا هذك الحشو تاي كم و تحطوا شوية كراميل في النص و تحطوهم في وسط المول تاي كم راح نحشي المول تاي بهذا الحشو من بعد راح نحط شوية شوكولة نغلق بشوكولة ببيضة و نحطوه في الثلاجة قادرين من حشوه في حشوه 5 حبات يعني أنا أنا احتاج غير ربعة على حسب الاسم اللي راح نضير عليه الحروف يأتي من الأسم من فوق بعد أن أخرجتهم من فرجي دار كما رأيكم تشاهدون سوف نضيفهم فاصيل بالنسبة لذوق الزوائد سوف نضيفهم ثم سوف نضيفهم سوف نضيفهم من فوق فوق كل حبة سوف نضيفهم و بعد ان نضيفهم من فوق كل حبات كنت قمت بابي كويسان كتبت في الفوق الحرف و من بعد عمرهم بالشوكولات سوف نضيفهم بالشوكولات سوف نضع بها قليلا و من بعد نضعه في كل حرف لانه لم يكن متوفر عندي هذا المول و خلاص انا درت شوكولا برك و لسقطها به و خلاص هذا المكان لبنات هذا هو مالي زيزكيم و الوصفة بالنسبة لي مدتش من وقت عشر دقائق ان شاء الله ستكون عجبتكم الوصفة و اذا عجبتكم ما تنسوش جام و ما تنسوش ثاني ابوني للقناة دمتم اوفية لقناتي و الى اللقاء سلام